برحب فيكم أعزائي المشاهدين وحنبتدي هلأ نجهز الطبق الرئيسي حيكون طبق مميز جدا حنعمل الديك الرومي خلينا نشوف مع بعض المقادير الديك الرومي خليط البهارات 3 ملعقة كبيرة كراوية ناعمة 3 ملعقة كبيرة كمون 3 ملعقة كبيرة قرفة 3 ملعقة كبيرة بهار حلو 2 ملعقة كبيرة فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة لومي ناعم 1 ملعقة كبيرة هيل ناعم 1 ملعقة صغيرة جوز طيب ناعم 3 ملعقة كبيرة بابريكا 3 ملعقة كبيرة ملح 2 حبة لومي صحيح 4 كوب زيت زيتون للحشو 5 حبة كبيرة بصل خشن 3 كوب حمص ونصف كوب زيت دراء أعزائي الديك الرومي دائماً مميز بالولائم والعزايم لأنه طبعاً بنطبخه وبده عدة أشخاص لا يكلوه لأنه بتبقى كميته كبيرة الديك الرومي بيتراوح عادةً وزنه من 4 أو 5 كيلو وما فوق حسب نوع الديك وحسب من أي بلد أنتوا يجايبينه إذا كان مستورد إذا كان لوكل طبعاً في بلاد بتقدروا تلاقوه لوكل وتتبحوه فريش شوفيه بيبقى فروزن إذا شرينا فروزن لابد أعمل حسابي إنه بده وقت ليفوق لازم أشتريه قبل بيوم وخليه بالتلاجة ما أخليه على الكاونتر ما أخلي بره نتبهو هذا بيبقى كتير خطر أخليه في التلاجة ليلة كاملة أو ليلتين حتى في بعض الأوقات إذا كان حجمه كبير لغاية ما يفوق عندي تماماً ويدوب التلاج وبعد هيك بقدر أشتغل فيه هلأ لما منشتري الديك الرومي صاروا بتلاحظ في عندنا هادي القطعة الحمرة هادي القطعة الحمرة هي عبارة عن ميزان حرارة ميزان حرارة بيبقى مغروز بهذا الشكل بتلاحظوا هذا الميزان إحنا ما بنشيله ما منعمل فيه إشي لكم تغسلوا وتنظفوا وتعملوا أي شي تبلوا بالإبهارات أي شي أعملوا لبيتكم ياه ولكن هذا ما تشيلوه أبداً من مكانه هذا الميزان بس دخل الديك الرومي إلى الفرن ويستوي اللحم تماماً بتلاقوا هذا الميزان طلع لبرا وهذا دليل إنه وصل لدرجة النضج المطلوبة فخلوا بقى لكم أعزائي من هادي الملاحظة وخصوصاً إذا عندكم حدا عم بنظف الديك وبيفتكروا إنه هادي قطعة ممكن يرموها انتبهوا لهذا الملاحظة نتحدث أعزائي هلأ عن الحشوة الحشوات اللي بتبقى في الديك الرومي متعددة وأشكال وألوان وكل بلد طبعاً تعرفين الديك الرومي بيبقى بالمناسبات في كل البلاد بس أنا اليوم حبيت أحشي بشكل مختلف حبيت أخد الحشوة اللي بنعملها على المطبق حشوة بالحمص وباللومي وبالبصل إيش رأيكم نجرب طعم جديد طيب نتكلم أعزائي عن تجهيز الحشو وبعد هيك نتكلم عن تجهيز الديك هحتاج كمية وفيرة من البصل البصل اللي هو يبقى مقطع كبير شوي بهذا الطريقة ومباشرة من غير ما أحط أي شيء عندي في قلي كبيرة حضيف البصل ما أحطتش ولا زيت ولا أي شيء أنا بدي البصل يتكرمل هيك مع المي اللي هو فيه والسكر اللي هو فيه بياخد نكهة كتير طيبة بضيف البصل وبضلني أستمر بالتقليب لغاية ما ينشف على الآخر سمعيني الصوت هذا؟ هلأ حيليني شوي عندي البصل وبعد هيك يرجع ينشف ويأخد لون دهبي فاتح بيكتسب بقى نكهة السكر اللي في البصل لما بتنحرق بتعطيه نكهة كتير طيبة أجزائي لبينما البصل برضو عم يأخد لون الدهبي ببتدي أجهز البهارات اللي أنا حستعملها كل تشكلة البهارات اللي مسكورة عندكم هحطها في طبق والبهارات على فكرة هادي اختياري الخاص وممكن أنتوا ببساطة تغيروا وتنوعوا زي ما أنتوا بتحبوا حسب حجم الخروف سوري حاجة حسب حجم الترك اللي عندكم مش الخروف دائما كمية البهارات كبيرة على طول أنا بحطها برضو على الخروف لا على حسب حجم الترك اللي عندكم وخليني هلأ أتحدث عن اللومي اللي ذكرت لكم ياه اللومي اللي صحيح الحب اللي هو هذا المقصود فيه هذا بيبقى ليمون صغير مجفف فيه منه الأبيض الفاتح شوي وفيه منه الغامع هذا اللومي نفسه بينطحن بيبقى باودر عندي بهذا الشكل بضيف منه حوالي معلقة صغيرة كبيرة زي ما بتحبوا لأنه هو فيه حمودة في طعمه هذا بيعطيني نكهة كتير كتير طيبة هالبهارات أعزائي كلها حقلبها مع بعض بهاي الطريقة وحاخد نصف كمية البهارات هضيفها على البصل هخليها على الجنب وأحمس البصل هيك شوي مع البهار خلوني أرجع أفكركم أني أنا ما أضفت لسه أي دهن ولا زيت ولا أي شيء على البصل البصل من نفسه طلع الميتاعته والسكر وأخد نكهة كتير كتير طيبة هلا حضيف شوية زيت خلينا نخطهم هلا البصل حيتشرب بالزيت لاحظوا الصوت هذا معناها إيش حيتحمص بشكل كتير رائع وهذه الحشوة عندي اللي حستعملها في داخل الخروف هاي الحشوة بعد هيك أنا هوزعها على الرز وقت التقديل هلا في عندي إضافة للحشوة في عنا نوعين من الحمص ممكن أستعملهم الحمص العادي اللي إحنا بنأكله العادي بنامي الحمص بطحينة اللي متعودين عليه بتسلقوه بتشتوه علب زي ما إنتوا بتحبوه أو الحمص النخي أنا حبيت أعمل الحمص العادي عشان مقاسه بيبقى كبير شوي وملاحظين أنتوا حتى حبة البصل أنا فرماها كبير شوي لاحظوا ما أجمل هالحشوة يعني حشوة رائعة جدا وطعم جديد ومختلف وبنحط فيها هلأ حبتين اللومي لصحيح وبط في النار والحشوة أصبحت أعزائي عندي جاهزة وين بتدي هلأ النادي أبو العيال لازم أبو العيال يساعدنا عشان التركي هذا مين بده يحشيه التعاون في المطبخ على فكرة مطلوب فإذا كان في مجال دائما كل أفراد الأسرة يفوتوا المطبخ يتعاونوا لقبضوا وقت لطيف خصوصا لما يكون في عندنا مناسبة حلوة هيك تركي فيه ضيوف جايين فيه قريبنا متجمعين في رمضان على الفطور فإنتهزوا هذه الفرص الحلوة لأنها متعة الحياة أنه ندخل في المطبخ مع بعض حبتدي أعزائي أجيب بقية الابهارات اللي موجودة عندي حاجيب زيت زيتون أو إذا حبيتوا زيت درة مع زيت زيتون تخلطوا زي ما بتحبوا وأحط الحشو هلأ في داخل التركي وأبتدي أنقول بعض الملاحظات المهمة في هذا الموضوع التركي هلأ إذا حطيت عليه الابهارات ما حيلزق ولا حيتشرب فيها فبمسحه بشوية الزيت بهالطريقة الزيت هادا كتير مهم برضو عشان لما أشو التركي يأخد لون كتير لطيف وحبتدي أوزع البهار بهالشكل ده يتغطى بطبقة كثيفة جدا من البهار وبرضو في الداخل حرش كمية وفيرة من البهار وما بين الأرجل وما بين الإيدين برضو عشان يتغطى وفي الجهات الظهر قد ما تقدروا كل الأماكن نوزع عليها كمية البهار طبعا نفس الطريقة إذا عندكم تركي صغير تركي كبير ما في مشكلة عندنا حسب ما بتحبوا وحسب ما متوفر عندكم هنبتدي أعزائي هلأ نوزع الحشوة في الداخل هنحتاج ملعقة كبيرة ونبتدي نحط الحشوة بهذا الشكل أعتقد لو قلبته هيك يمكن أسهل لي ولا واضح عندكم هيك واضح هيك صعب أشتغل هيك عايزة بس يكون واضح عندكم كيف بقدر أملع هذا التجويف كله بالحشوة حشوة لطيفة جدا على فكرة واللي بيضل من الحشوة ممكن تقدموه على الرز إذا الديق كلها ما أخدها يبقى منملى بالشكل هذا اسمحولي أنا حلفه عشان أقدر أخذ راحتي وأكمل حشو الديق بعد هيك أعزائي حربت الرجلين مع بعضها ونحطه في صنية الفرن لطربيت الرجلين أنا ممكن أستعمل خيط وأربطهم بهالطريقة أقلمهم على بعض قدر الإمكان في الأول أربطهم ربطة قوية هيك وبعد هيك بقدر أشد عشان أتأكد إنهم مربطين بشكل ممتاز في ناس بيخلوهم مفتوحين في ناس بلبطوهم حسب ما أنتوا بتحبوا الشكل النهائي للتركي نتكلم أعزائي عن طريقة شاوي التركي في ناس بيقفلوه خالص بالفويل وبيكتموه تماما وبيستوي على البخار وهي طريقة كويسة يعني ما في مشكلة إذا حبيتوا هذه الطريقة ولكن اليوم أنا عندي طريقة مختلفة وبدها شوية جرأة منكم هتقولولي ما أنا لأ يمكن بنخاف لا يمكن ما يستوي لا يمكن ينحرق أبداً ما هيصير له شيء في صنية الفرن طبعاً هو تقيل لابد أبو العيال هو اللي يحمله هون أنا مش حقدر أحمله هحمل التركي أحطه هون وتخيلوا أني أنا حملته وحطيته وأبتدي أغلفه بورق الفويل تغليفه بورق الفويل في منتهى البساطة ما تكتموه البخار ولا تغطوه بشكل يتير مجرد حطيته بالطريقة هاي لاحظوا تغطية خفيفة خالص فقط بهذا الشكل بس ودخلوا الفرن دخلوا الفرن على درجة حرارة أول إشي 400 هنخليه لمدة ساعة بعدين ببطي على 180 وبعد ساعة بشيل الورق هذا خالص وبسيبه ويتحمر ويأخذ اللون الدهبي وكل مكان التركي على فكرة محمر ومقرمش لأنه وخصوصا التركي الكبير اللي هو بهذا الحجم لأنه الجلد اللي هون عندي سميك فالجلد هذا حيتقرمش وبيأخذ وقت ما في مشكلة عندي ما تخافوا ما حينحرق معاكم حتى لو يغمق شوي لونه هو هذا الطعم الأطيب والأطيب للتركي أعزائي المشاهدين خليني أورجيكم هلأ شكله بالفرق أعزائي التركي بعد ما أخذ حوالي أربع ساعات بالفرن لأن هو زي ما شفته حجمه كبير يبقى بهذا الشكل واجبة كتير رائعة أتمنى أنها تكون عشبتكم ترجمة نانسي قنقر 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 3 ملعقة كبيرة بهار حلو 2 ملعقة كبيرة فلفل أسود 2 ملعقة كبيرة لومي ناعم 1 ملعقة كبيرة هيل ناعم 1 ملعقة صغيرة جوز طيب ناعم 3 ملعقة كبيرة بابركة 3 ملعقة كبيرة ملح 2 حبة لومي صحيح 4 كوب زيت زيتون للحشو 5 حبة كبيرة بصل خشن 3 كوب حمص ونصف كوب زيت درة